اشتركوا في القناة دي مراجعة عادية كلاسيكية من بطوعنا مش مناقشة من مناقشات الستريم ومع ذلك المرادي حنتكلم في المراجعة بالكامل بحرية حرق لاننا تناولنا الجوانب الفنية والتقنية بتاعة المسلسل عبر حلقات كتير قوي فصعب قوي حنيجي على النص التاني بتاع اخر جزء ونلاقي حاجة جديدة نقولها فالمناقشة بتاعتنا حتكون درامية في المقام الاول وعشان نعمل حلقة مراجعة عن احداث المسلسل من غير ما نتناولها بالحرق مش حنلاقي حاجات كتير نقولها خصوصا وان على غير المتوقع ما تبقى من الحلقات كان فيه احداث كتير جدا بتنطلق من حادثة وفاة توكيو اللي كانت في نهاية الجزء السابق واللي تركت فريقنا في حالة تشتت شديد جدا سمحت لاليثيا انها تهرب من البروفيسور وسمحت لما تبقى من فريق الكوماندوز اللي كان جوه البانك انه يعمل خطة خطيرة ممكن تكتب كلمة النهاية للعملية كلها خصوصا وان الفريق اللي داخل البانك عنده نصيبه من التعائدات مراهقة رومانسية متأخرة ما بين ستوكهولم ودنفر حالة اصابة خطيرة لهلسينكي ورغبة شديدة عند بليرمو ان الخطة تكتمل مهما كان حال الفريق فيا ترى ايه اللي حيحصل حقيقي عاوز حي الجزء ده على انه قدر يملى الحلقات بتاعته بحاجات كتير حاجات كتير على مستوى الاحداث حاجات كتير على مستوى الاجواء حاجات كتير على مستوى الالتواءات والحقيقة ده ما كانش مطلوب قوي لان خلاص احنا كل اللي طلبين ونهاية لائقة تصالحنا شوية عن المشاكل الكتير اللي حصلت ما بيننا طوال المواسم والحلقات وتفكرنا بالاوقات اللي كانت حقيقي متميزة في رحلتنا مع بعض ودي حاجة الحقيقة في تقدير الشخصي المسلسل اخفق فيها فزي ما حيته على التنوع اللي هو قدمه لازم قلومه على ان الجزء ده كله على بعضه ما كانش من افضل اوقات المسلسل نبتدي بس بالنقطة بتاعت التنوع دي لان حقيقي في الجزء ده حصل حاجات كتير قوي تقلبات كتيرة جدا في العلاقة بتاعت الاليثيا والبروفيسور فصل معقد جدا في عملية السرقة انتقالات كتيرة جدا في موقف الحكومة والبوليس ما تصورنا انه نهاية فريق الجيش اللي موجود جوه البنك كان مجرد بداية بحاجة اقل بطشا واكثر ذكاء وحاجات تانية كتير منها حاجات في تقدير الشخصي يمكن ما كانتش ضرورية خالص زي كتير من الفلاشباك اللي احنا رجعنا له واحنا رجعنا لفلاشباك كتير جدا زي المثلث الغرامي الغريب اللي ما بين منالا والدينفر وستوكهول زي التركيز على اضافة تعقيدات جديدة في العلاقة ما بين الشبونة والبروفيسور وزي ابن برلان اللي احنا عارفين من بدري قوي انه هو حيدخل في الاحداث ولكن طريق الدخول والاضافة بتاعته على الجانب الايجابي كانت حقيقي مفاجأة وعلى الجانب السلبي حقيقي ما كان لهاش لازمة ما غيرش كتير في المصير الاعظم للاحداث كل الحاجات اللي بقولها دي حاجات ملهاش لازمة مش بالضرورة وحشة لو ححكي لحد المسلسل كله على بعضه يمكن اجي في الخطوط دي بالتحديد في الجزء ده بالتحديد ومحكيهمش اصلا عندنا تنوع معقول في الاجواء ابتدينا على نغمة درامية جادة وحزينة جدا وفرنا بعض الاوقات الخفيفة اللي كانت مطلوبة عشنا شوية في جو المطاردات عشنا شوية في بعض الاجواء الرومانسية بس تحديات الاكشن بشكل عام كانت اقل بكتير في الجزء ده ودي عملة ذاته وجهين وجه ايجابي ان انتقادات المبالغات بتاعت الاكشن ما بقلهاش مجال في الجزء ده ووجه سلبي في اننا ما استبدلناهاش بالعاب عقل حلوة وده على الرغم من ان مقدمات نهاية الخطة كانت جيدة جدا تعئدات بالهبل فقدان سيطرة على اغلب الاصعيدة موقف ضعيف بجد مقابل موقف قوي جدا للجانب بتاع الحكومة قضية ثورية فلسفية شعبية على المحك المشاهد ممكن يوصل له احساس في النقطة دي ان البروفيسور فقد الامل ولكن كالعادة نكتشف انه كان لس عنده حركة اخيرة فكسانة الى ابعد الحدود الفريق اللي بيدير العملية ممثلا عن الحكومة بيقبل انه ياخد احتياطي من النحاس ويسيب الصارقين يسيروا بمنتهى الحرية وينعموا بالاحتياطي القومي الاسباني من الذهب يا حلاوة اه صحيح الحلقات بدلت بعض المجهود في انها تبع لنا الفكرة دي بانها كانت بتعدي على احتمالات تانية كتير وفي كل مرة كانت بتنفي امكانية حدوثها بس دي مش كل الاحتمالات الممكنة وفي زوايا كتير ما عدناش عليها منها ان تمايو شخصيا مش الوحيد اللي عارف السر يعني احنا طلبين تآمر عدد كبير جدا من الناس على جانب الحكومة عشان الموضوع ده يمشي وكل الناس دي على جانب الجيش وعلى جانب السياسة وعلى جانب الشرطة موافقين وما فيهمش نفر يقدر يعمل اللي أليثيا عملته هو خلاص اخر اتنين عندهم مخ في الحكومة كلهم البروفيسور جندهم واحدة تجوزها والتانية ولدها ولو حد ظهر تاني ممكن يشغله في شركة واحد صاحبه وبس يا معلم خطة في منتهى الذكاء وبعدين مش دا بيتنافى في الاساس مع الفلسفة بتاعت العملية عاوزين ننتصر للوعي الشعبي على حماقات الحكومة عايزين نبعث رسالة قوية عاوزين نفهم الناس ان الفريق بتاعنا خرج منتصر ولا عاوزين نهبق بالقرشين وخلاص انا ااسف هما طبعا مش قرشين دا دهب كتير مؤقى بس انتو كده في النهاية مجرد شوية حرمية يمكن اصلا ما تستحقوش الاحترام الشعبي دا عقبته الحكومة عقاب شديد بكل تأكيد ولكن الناس ما عرفتش عنه حاجة يعني انتو بشكل او باخر تأمرتم على الناس مش عارفة مش اكمنك عديت على احتمالات كتير يبقى انت كده عملت خطة محكمة العملية كلها على بعضها مش متباعة كويس مخطط خروج الدهب بكل مرحله وكل لحظاته كان موفق جدا وفكرنا باللحظات الحلوة حقيقي في المسلسل لحظات الخطط الجديدة المنعشة اللي فيها تفكير وتغطية لبعض الامور اللي يمكن المشاهد نفسه ما يسألش عليها الخط بتاع ابن برلين برضو معجبنيش قوي متماسك ما فيهوش مشاكل درامية على عكس الموضوع بتاع نهاية الخطة بس البناء اللي حصل في الجزء اللي فات كان بيعد بان الراجل دا يشارك في الحل مش في تعقيد المشكلة عشان كده بقول عليه قرار مفاجئ وقرار جريء بس ايه توابعه هو زي ما دخل زي ما خرج زود شوية في التوتر وخلاص على كده ويمكن القثر السلبي اللي ليه انه قلل جدا من قيمة الفلاش باكس اللي احنا كنا عايشينها مع برلين اللي اظن انه افضل مشهد فيها هو البروفيسور وهو بيحكي على حدثة وفاة ابوه حقيقي من افضل مشاهد الجزء دا الجزء الاخير من حلقات مسلسل كازا دو بابل مش افضل اوقات المسلسل بس بكل تأكيد مش اسوقها خطروا فيه وفكروا فيه واثروا فيه المحتوى الدرامي وطبعا المخاطرات دي في حاجات منها نجحت وفي حاجات منها فكست بس اللي يحسب بشد على الاحداث هو ان رغم نجاح العملية ولكن القضية فشلت او على الاقل يثار حواليها جدل ما هواش نجاح واضح افضل اوقات الموسم في تقديري الشخصي هي اللي كانت ما بين البروفيسور وقاليتي وانا فاهم ان التحولات في العلاقة بتاعتهم ممكن برضو ما تكونش مقنعة قوي بس حقيقي اللي كنين ممثلين جمدين فالنتج من تبادلاتهم مع بعض كان ليه اثر كويس على المشاهد او على الاقل علي انا لان كل اللي قدر اقدمه في الحلقة دي هو رأيي وفي رأيي تقييمي للمجلد التاني من الجزء الخامس من مسلسل كازا دو بابل هو ستة ونص من عشرة وممكن يكون فيه نص مخصوص تقديرا لان المسلسل خلص مناقشة الحلقة لو فيه فرصة بشكل او باخر ان المسلسل دا يكمل تفضلوا جزء جديد من نفس الاحداث ولا نعتمد اكتر على الاحداث المتفرعة زي ما سمعنا ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو انستجرام باي باي